يا هجرة المصطفى والعين باكية يا هجرة المصطفى والعين باكية والدمع يجري غزيراً من مآقيها يا هجرة المصطفى هيجت ساكنة من الجوارح كاد اليأس يطويها هيجت أشجاننا والله فانطلقت منا حناجرنا بالحزن تأويها هاجرت يا خير خلق الله قاطبة من مكة بعدما زاد الأذى فيها هاجرت لما رأيت الناس في ظلم وكنت بدراً منيراً في دياجيها هاجرت لما رأيت الجهل منتشراً والشر والكفر قد عم بواديها هاجرت لله تطوي البيض مصطحباً خلاً وفياً كريماً نفسها ديها هو الإمام هو الإمام أبو بكر وقصته رب السماوات في القرآن يرويها يقول في الغار لا تحزن لصاحبه فحسبنا الله فحسبنا الله ما أسمى معانيها هاجرت لله تبغي نصر دعوتنا وتسأل الله نجحاً في مباديها هاجرت يا سيد الكونين متجهاً نحو المدينة داراً كنت تبغيها هذه المدينة قد لاحط طلائعها هذه المدينة قد لاحط طلائعها والبشر من أهلها يعلو نواصيها أهل المدينة أنصار الرسول لهم في الخلد دور أعدت في أعاليها قد كان موقفهم في الحق مكرمة لا أستطيع له وصفاً وتشبيها الهجرة النبوية محطة عظيمة من محطات الأسوة والقدوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الدروس والعبر الكثيرة وفيها أبعاد وأسس لبناء مجتمع وتغيير حضاري في مستقبل الدولة الإسلامية التي نشأت والتي كان لها الأثر الكبير على المجتمع الناشئ حيث انتقل من صورة التجمع الجاهلية على أساس مجرد النسب والتراب إلى التجمع على إعلاء العقيدة وحمل الرسالة ونصر القضية وبناء الدولة لذلك كان لها هذه الأهمية من هنا ندخل إلى الحوار مع الأستاذ أحمد حياك الله مرة أخرى في هذه المناسبة التي تأتنا بعض أيام عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والذي أصبح تاريخ يؤخذ به في كثير من الدول وفي كثير من المناسبات ولذلك كانت الهجرة النبوية لها أهميتها الكبيرة ما هي الأسباب التي أدت إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لو استطعنا أن نجز ذلك بكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى ثم أما بعد حياكم الله أخي عبد الرحمن وحيا الله المشاهدين الكرام وكل عام وأنتم بخير بهذه المناسبة ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تلكم الذكرى التي لطالما نأخذ منها العبر والدروس كل عام ولا نتكلم عنها سردا للأحداث أو تسلية للوقت بقدر ما نأخذ منها دروسا وعبر تفيد الناس من دروس الماضي وتفيدهم في حاضرهم وتفيدهم في مستقبله فالهجرة كانت فرقانا بين الحق والباطل الهجرة كانت أساسا لبناء هذه الدعوة الإسلامية وسببا أساسيا في اتساع رقعتها وانتشارها فمجموع الدعوة سلاسة وعشرين سنة منها سلاسة عشر سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة ولكن بعد عشر سنوات فقط بعد ثلاث عشر في مكة دانت الجزيرة العربية بأسرها للرسول صلى الله عليه وسلم ولديد الله ودخلت في دين الله أفواج فالشاهد أن البيئة التي نشأت فيها الدعوة بيئة كريش بيئة المسجد النبوي المسجد الحرام الحرم وما فيه من كدسية ومع ذلك أبت النفوس أن تنطاع للحق على مدار سلاسة عشر سنة فمنذ أن نزل قول الله اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء يتعبد ونزل يقول زملوني زملوني دسروني دسروني كانت الخطاب يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر فقام ينذر الناس فرادا وجماعا سرا وعلانيا قالوا سلاس سنوات دعوة سرية إلى الأقارب والأقربين من صحابته ردوان الله تبارك وتعالى عليهم وكانت الدعوة في دار الأرقم كما هو معروف ثم كان الصدع والجهر بالدعوة فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين فصعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا وقال يا بني فلان ويا بني فلان وأخذ ينادي على بطون كريش فاجتمعوا إليه قال لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك من كذب هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد رسول الله إليكم جميعا قال أول المنكرين عليه كان عمه أب له قال تبت يدك يا محمد لهذا جمعتنا فتولى الله سبحانه وتعالى الرد عن حبيبه صلى الله عليه وسلم فنزلت تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات له واستمرت الدعوة في مكة على ضيق شديد من المشركين كلما علموا أن فلانا أسلم آذوه وحاربوه لأن الدعوة جاءت لتبرز تلك المعاني السامية التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان لأجلها فلا فرقها هنا بين غني ولا فقير ولا عزيز ولا زليل فالكل أمام الله سبحانه وتعالى سواسية الكل له الحق في المال وفي الحياة وفي العبادة وفي العقيدة وفي كل شيء إلا أن تلك العقيدة الجاهلية التي دأبت عليها قريش أبت بل سارعت إلى انتهاج سنن الأمم من قبلها بقولهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من أعجب العجب يعني حين تجد وإذ يمكر بك الذين كفروا ليذبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ويأتي الخطاب بعدها وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك طيب إذا كان هذا هو الحق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق اهدنا إلى هذا الحق لا فأمطر فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وكان الخطاب دائما ويستعجلونك بالعذاب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويستعجلونه بالعذاب كما استعجل الذين من قبلهم عذابهم يا نوح ائتنا بما تعدون يا هدو ائتنا بما تعدون كل نبي يقولون ائتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين فكأنهم في حالة تحدي جهية وتكبر فيأتي الخطاب الكرآني وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه صلى الله عليه وسلم ومع هذا التديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته كانت البيئة غير قابلة لانتشار الدعو مع هذا الظلم الواقع على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد طال النبي نفسه ومع أهل بيته ومع عشيرته الأقربين ومع آل أبي طالب جميعا حينما جعلوه في شعب بني طالب وحاصروه وكانت هذه يعني بالمناسبة أول إبادة جماعية فعلت في التاريخ المسلمين أنهم جاء مشركوا كريش ولا يزوجون منهم ولا ينكحون منهم ولا يبتعون منهم ولا يشترون منهم ولا يدخلون إليهم طعام ولا ماء ولا أي شيء وكان الحصار شديد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته إلى أن قيد الله سبحانه وتعالى جندا من جنوده وهي يعني نملة صغيرة أكلت تلك الحروب من الصحيفة الطاغية التي كتبت وعلقت على باب الكعبة كذلك كان لموت أبي طالب وموت السيدة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سببا هاما في يعني كثرت ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم فتجد سمي العام عام الحزن لحزن النبي صلى الله عليه وسلم على فراق الاثنين ولما ذكر يعني قالوا أبو طالب مقدر الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة مصدر الحنان الداخلي للنبي صلى الله عليه وسلم هي من تهون عليه وهي المرأة العاقلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كامل من الرجال كثير ولم يقمل من النساء إلا أربع على رأسهم خديجة زوج محمد رضي الله تعالى عنها تلك المرأة التي كانت تقف بجانب زوجها منذ النذل عليه الوحي وقالت إذبت فلن يخذيك الله أبدا ما كان الله ليخذيك يا محمد حين يقول خشيته على عقله هذا في الصحية في صحيح الإمام المخاري خشيته على عقلي تقول له إذبت يا محمد لن يخذيك الله لو واحد مننا الآن ذهب إلى زوجته وقال خشيته على عقل تقول له أنت طول الوقت عقلك مشغول مشحون لكن ما كان هذا من تلك المرأة العاقلة التي تشد من أزر زوجها ولذلك لما ماتت واستشرفت السيدة عائشة يعني مكانتها قالت قد أبدلق الله خيرا منها قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي إذ كفر الناس وواستني إذما عن الناس وأعطتني وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء فكانت لها مكانة خاصة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم سمي العام عام الحسن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه بعد هذا التضييق عليهم كل من أسلم من المسلمين ينكل به ويصاب بالأذى ويصاب بالعذاب وبلال بن رباح يلقى على صدره الحجر الشديد في حر مكة الأسرة التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعزب صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة أول شهيد في الإسلام وأول شهيدة في الإسلام إلى آخر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته اخرجوا في الأرض هاجروا في الأرض إلى أين يا رسول الله؟ قال إلى الحبش وانظر إلى هذا الاختيار النبوي لما الحبش قال فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد يعني يا أخي تخيل هذا العدل الذي افتقدته هذه الأمة في بداية عهدها وفي بداية نشأتها مما جعل المسلمون الأوائل ينفرون منها إلى ملك غير مسلم ولكنه عادل واستطاع المسلمون وقتها أن يظلوا في الحبشة في حرية دينية وتعبدية وعقائدية يعبدون ما شاء طالما أنهم يعني لا يخالفون قوانين هذه البلدة في هذا الوقت طيب النبي صلى الله عليه وسلم استحالت استحالت دعوته في مكة خرج إلى الطائف وقصة الطائف معروفة خرج إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام اجتمع إلى ثلاثة من كبار الطائف قال أولهم يا محمد أما وجد الله غيرك ليرسله إلينا قال الثاني يا محمد لإن كنت نبيا حقا لأمزقن ستار الكعب يعني استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث يا محمد كل ما شئت فإني لا أرد عليه إن كنت نبيا فأنت عظيم وأنا لا أرد على عظيم وإن كنت كاذبا فأنا لا أرد على كذة فتخيل هذه الدعوة في مكة وما حولها من القرى للأسف بل صلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم الغلمان والصبيان يرمونه بالحجارة ويعني يشتمونه ويؤزونه هو وصاحبه وغلامه وربيبه زيد بن حارسة رضي الله تعالى عنهم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وفي طريقه إلى مكة يأتيه هذا المنح الإلهي وكلنا يعلم هذا الدعاء الذي توجه به النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتهجمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبال فتأتي الكرامة الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم على طول مباشرة وهو يصلي الفجر تمر طائفة من جن اليوم فاستمعوا إلى القرآن الذي يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فقالوا هلوم تعالوا اسمعوا ما هذا أخذوا يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحجب من هذا الذكر في الكرآن الكريم وقد خلد الله سبحانه وتعالى هذه الحادثة وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون الكرآن فلما حضروه قالوا أنصطوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين ديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله ونزلت سورة الجن كل أوحيى إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا كرآنا عجبا إلى آخر فكأن الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا ضاقت عليك الأرض بأهلها فإن هناك من يشهد يا محمد أنك قد بله هذا الجن هو مكلف ومنهم المسلم ومنهم غير المسلم ومنهم اليهودي ومنهم النصراني ومنهم المجووسي ومنهم ما اللذين له ومنهم العلماني كل ما شئت فيه الجن فهم طوائف مثلنا تماما إلا أنهم خصوا بخصائص ليست للبشر وعلى كل رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وبدأ يعرض نفسه على القبائل التي تأتي إلى الحش فعرض نفسه على القبائل منهم من يستمع إليه ومنهم من لا يقبل منه مطلق والنبي يعرض فقط الإسلام ويقول اسمع مني وكان سابق القول من قريش إلى الوفود القادمة إلى مكة لا تسمع من محمد فإنه ساحر فإنه كذافة فإنه يفرق بين الرجل وزوجه يفرق بين الأخ وأخيه يفرق بين الإبن وأبيه لا تسمع من محمد فكان يعرض نفسه فقيد الله له 12 رجلا من يسرب جاءوا للحش فاستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدوه ليلا في الخفاء يستمعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وقالوا أرسل معنا من يعلمنا فأرسل معهم مصحب بن عمير أول سفير في الإسلام رضي الله تعالى عنه إلى المدينة إلى يسرب يعلمهم الكرآن الكريم ووعدوه في العام الثاني ليأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المكان وهناك قريب من منا مسجد البيعة الذي بايعوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا في العام الثاني 73 رجل وامرأتان يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الحماية وعلى السمع وعلى الطاعة وأنهم يحمونه مما يحمون به أبناءهم ونساءهم وأموالهم طالما داخل المدينة وكان العباش بن عبد المطلب رغم كفره إلا أنه كان حاضراً مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة حفاظاً على ابن أخيه صلى الله عليه وسلم ثم كانت هذه الأسباب التي استحالت الدعوة في مكة كان هنا السبب القوي لبيئة جديدة تنشط فيها الدعوة نجد هذا مثالاً وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ومثل حديث صحيح الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً فسئل عن أعلم أهل الأرض وديت الصحبة الطيبة كيف تفعل بالناس البيئة المؤمنة كيف تفعل والبيئة الغير مؤمنة كيف يكون نتاجها الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً سئل أو سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فقال قتلت تسعة وتسعين هل لي من توبة؟ قال قتلت تسعة وتسعين وعايز تتوب يعني كأنه يقول له وهل النار خلقت إلا لك؟ لما انت قتلت تسعة وتسعين نفساً عايز تتوب لي فقتله فكمل به المئة ثم سئل عن أعلم أهل الأرض سأل فدل على عالم قال وما يحول بينك وبين التوبة؟ لكن يعني العالم بعلمه وحكمته أن هذا الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفساً لم يجد أحد يرطعه ولم يجد أحد ينصحه فالبيئة المحيطة به كلها بيئة فاسدة قال ولكن أخرج إلى قوم كذا فإنهم قوم صالحون يعبدون الله سبحانه وتعالى فخرجا فمات في الطريق فجاءت الملائكة يعني كما هو الحديث تتنازع فيه فقبلته ملائكة الرحمة على ما جاء في الحديث النبو الشريك فكذلك بيئة مكة أصبحت بيئة غير قابلة للدعو غير قابلة لقال الله كذا وقال الرسول كذا رغم ما جاء به الكرآن الكريم من بيان أعجز العرب وهم أرباب الفصاحة والبيان ائتوا بمثله عجزوا ائتوا بعشر صور عجزوا ائتوا بصورة منه فعجزوا أن يأتوا بصورة منه حتى إن يعني بقي هذا الإعجاز الكرآني البليغ إلى يوم الناس هذا وسيبقى إلى أن يارس الله الأرض ومن عليه رسالة واضحة استحالت معها مع هذا البرهان الواضح ومع المعجزات الكثيرة التي أراهم النبي صلى الله عليه وسلم إياها يا محمد أرنا آية قال نعم انشق القمر نصفين ورأوا حراء بينهم وجب الحراء بين النصفين فلما انشق القمر قال صلى الله عليه وسلم اشهدوا فجاءت الآية اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر لأن الأمر أنت تتكلم كان هو عبارة عن جهي وتكبر نعم أكثر ما كان عبارة عن إقناع وذلك جاءت الآية قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون يعلمون أنك صاط ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون كانوا يستمعون سرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في ظلام الليل يذهبون إلى بيته يستمعون القرآن ثم يجمعهم الطريق في الصباح يقول يعني الكبار منهم ماذا تفعلون ماذا لو رأاكم عبيدكم ماذا لو رأاكم سفهائكم أنتم القدوة فيجتمعون على ألا يعود ثم يجمعهم يأتي الليلة التي بعدها ثم يستمعون القرآن ثم يجمعهم نور الصباح مرة أخرى فهذه العقلية التي جعلت أبو جهل ومن معه ومن وراءه يقولون أي شرف لبني عبد المطالب ونحن أولى في الشهد هذا الكبر هذه النقطة التي أريد أن أتكلم العصبية العصبية يعني ابتلي بها العرب قديما وحديثا ولا حول ولا قوتين هم كانوا يتقاتلون على خدمة البيت الحرام والشرف لذلك حتى لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام كانوا على قناعة لكن عندما يتكلمون يقولون إذا أقررنا به أن أقول خرج من بني عبد المناف رسول فلم يخرج منا رسول أو نبي ماذا بقي لنا نعم لذلك كانت العنجهية العنجهية وقالوا لو لا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم عظيم المنصب وعظيم الجاه على الرغم أن النبي عليه الصلاة والسلام جده سيد قريش نعم لكن ولد صلى الله عليه وسلم كما نعلم يتيما ولم يكن له مال كثير ولم يكن له يعني من الوجاهة الاجتماعية بأنه سيد قومه كما كانت لعمه ولجده إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ميزه الله وابتعسه بهذه الرسالة الخالدة ووقف في الناس قال أيها الناس من أنا قالوا أنت محمد رسول أنت محمد رسول قالوا لا عن هذا أسألكم من أنا قالوا أنت محمد بن حبد الله قالوا ما عن هذا أسألكم قالوا فمن أنت رسول قال أنا سيد ولدي أدم ولا فخ فأعزه الله سبحانه وتعالى بهذا الدين وجاء الخطاب القرآن في آية الضحى يا محمد ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى الذي أغنىك هو الله سبحانه وتعالى والذي أيدك بنصره هو الله سبحانه وتعالى فكانت البيئة غير قابلة إطلاقا لهذا الدين وكان البحث عن بيئة أخرى ينتشر فيها هذا الدين وتأسيس دولة الإسلام الأولى ونواته الأساسية كانت الهجرة إلى المدينة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من استجابة أهلها في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية